مرحبا المتابعين اليوم سوف اعطيكم طريقة اعمل اه كوفير احترافي او غلاف احترافي للكتاب الذي سوف ترفعه على امازون كيندل كاستكمالا للحلقتين السابقتين التي عملتهما للربح من امازون كيندل يعني اعطتكم حلقة يعني كاملة كيف تقوم بتصميم الاوراق الداخلية للكتاب وايضا كيف تقوم بتصميم غلاف يعني مكيس الغلاف وايضا كيف تقوم برفعها على امازون كيندل سوف اترك لكم الرابط في الوصف والحكل الثاني الذي كنتم بعملها هي للكلمة المفتاحية التي سوف تضعها في اثناء رفع الكتاب الى امازون كيندل حتى تصدر عمليات البحث يعني سوف اترك لكم الرابط الفيديوي في الوصف حتى تقوموا بمشاهدتهما وفهم الطريقة جيدا اما اليوم سوف اعطيك كيفية صنع غلاف احترافي بكل المكيس بكل الجوانب والصور الاحترافية مع الموقع التي سوف تجلب منها هذه الصور وبطبيعة سوف نقوم باخذ الصور وايضا نعمل كتطبيق يعني نقوم بصناعة غلاف مباشرة كتطبيق عملي حتى تروا الطريقة وتستطيع صناع غلاف احترافي للكتابة التي سوف ترفعه على امازون كتر الطريقة السهلة ورائعة جميلة جدا شاهدت الفيديو حتى النهاية اصدقائي دائما لا تنسوا تغطير لايك الاشتراك في الكناة ودائما سوف تسدونا الرابط التي نقوم بالعمل عليها في الوصف اصدقائي ولندخل لمشاهدة الفيديو كما قلت لكم اصدقائي يعني سوف اعطيكم هذه المواقع الرائعة التي تعطيك يعني صور او صور للاغلبة التي سوف تقوم بصناعتها في الكتب التي سوف تقوم برفعها على امازون كتر يعني سوف تجد يعني صور احترافية للاغلبة التي سوف تضعها على امازون كتر يعني شيء رائي وجميل في هذه المواقع دون ان تقوم بالتصميم دون ان تقوم بالرسم او اي شيء بالطبيعة على اول شيء وهذا الموقع آآ آآ كما ترون هنا يعني سوف اترك لكم يعني جميع الروابط في الوصف آآ يعني الموقع الاول سوف تجد فيه هذه الصور الممتعة والرائعة كما ترون هنا صورة للاغلفة التي تريدها يمكنك اختيار مثلا هنا او الضغط على هنا وتختار اي آآ صورة تريدها مثلا سوف نكون باختيار على هذه الخيار هنا حتى نرى الصور الموجودة آآ لكي تروا انها احترافية ويمكنك وضعها على اي كتاب او اي غلاف تريدوه آآ لكي تقوم بصنعها بطبيعة الحال يعني صور يعني جميلة جدا ورائعة واحترافية وهي مجانية وليس فيها حقوق طبع ونشر او اي شيء يعني مجاني يمكنك اخذوها مباشرة ووضعوها على الغلاف الذي تريدوه اصدقائي كما ترون صور رائعة وجميلة جدا كما ترون آآ وسوف نمر الى تطبيق بالطبيعة حتى فاكم بشرح لكم يعني هذه المواقع آآ التي سوف يمكنك اخذ منها الصور بالمجان وليس فيها حقوق طبع ونشر ثم نقوم بالتطبيق مباشرة على آآ احد آآ الغلافة التي سوف نرفعها ايضا كما ترون الصور يعني ممتعة ورائعة جدا سوف نقوم باختيار مثلا هذه الصورة هنا قوم بفتحها انظر اصدقائي نتظر انظر يعني شيء جميل ان تقوم بوضع هذه الصورة على الغلاف الخاص بك يعني بطبيعة الحال آآ الشيء المهم في آآ صناعة الكتب الفريغة على آآ لكن دل هي الاغلفة و آآ الكلمات المفتاحية وبطبيعة الحال الغلافة مهمة جدا يعني المنظر الذي يريده الشخص في آآ الكتاب كما ترون هذه هنا او ايضا الخيارات هنا هناك الكثير الكثير منها سوف نعود حتى نرى رسمة اخرى بطبيعة الحال. تنتظر نعم ثم نقوم ايضا في الرجوع وانا قمت باختيار آآ خيار آخر نصف نقوم بفانتازي حتى نرى الصور الموجودة الخاصة في الفانتازي كما ترون يعني شيء رائع ليست هذه ولكن لا بأس بها حتى يعني صور احترافية يعني موجودة في هذه المواقع سوف تصنع منها يعني ما تريد انت كما يعني ما تريد يعني اشياء رائعة وجميلة جدا هذا الخيار الموجود هنا فانتازي. يجب ان يفتح نعم فتحها معنا حتى نرى الصور الموجودة فيه. فقط انظر يعني صور يعني رائعة واحترافية للفانتازي كما ترون يمكنك وضعها على الاغرفة التي تريدها او خاصة بالاطفال او اي شيء او القصص يعني اي شيء تريد اصدقائي سوف تجد هنا انظر اصدقائي يعني صورة للغلافة يعني تضع هذه الصورة فهي رائعة وجميلة جدا صورة ممتعة وجدابة لأي كتاب بطبيع الحل سوف ننتقل الان الى الموقع الثاني اصدقائي الموقع الثاني هو ايضا يعطيك الصور للفانتازي يعني كما ترون هذا هو سوف اترك لكم يعني هجميع الروابط في الوصف اصدقائي يعني كما ترون صور ايضا رائعة وجميلة جدا لاغرفة الكتوب التي تريدها لأي شيء تريده سوف نقوم بانه هنا هذه الصورة ايضا رائعة وجميلة جدا هذه الصورة هنا صور للالعب ايضا هناك عدة صور يمكنك اختيار نقوم بالعودة الى الصف الاول اصدقائي كما ترون سوف تجد يعني صور ممتعة يعني اي شيء او اي غلاف تريده سوف تجده يمكنك وضع له صورة من هذه الصور وهي مجانية وليست فيها حقوق طبعا ونشر سوف تجد الكثير والكثير منها اصدقائي كما ترون هنا يعني اي شيء تريده سوف تجده على هذا على هذه الموقع نتب ايضا الى الموقع الثالث الموقع الثالث والو دوت كوم يعني ايضا هذا الموقع آآ رائع فيه بعض الصور الجميلة آآ لآ الكتب التي تريد وضعها وضعها بطبيعة الحال هناك صور ممتعة ايضا في هذا آآ الموقع آآ نعم ايضا ننتظر حتى يقوم بالتحميل نعم صوره جيدة اصدقائي نعم آآ يمكنك استعمالها في الكتب الخاصة بك ايضا مثل هذا الغلاف هنا في جميل ايضا يمكنك اختيار احد الصور الجميلة هنا بطبيعة الحال والموقع الرابع ايضا هو ايضا هذا الموقع لديه صور خاصة بالانيميشن والالعاب سوف تجد يعني صور يعني فريدة من نوعها في هذا الموقع يعني للوجوه والشخصية الكارتونية وشخصية الالعاب ايضا سوف تجد يعني الكثير منها كما ترون الكثير والكثير منها هنا اصدقائي يعني هذا الموقع والموقع الاولى الذي اعطيتكم اياهم يعني فيه صور احترافية لا تطلب منك اي يعني لا تطلب منك اي شيء ما عليك سوى ان تقوم باخذها وهي مجنية كما ترون آآ عائلة اوتشيها ايتاشي اوتشيها يمكنها لآآ رسمة المتحركة ايضا هذا الفيلم المشهور ايضا هناك اشخاصية كارتونية هناك الكثير الكثير منها كما ترون سلاحي فنينجا آآ ايضا كثير كثير هنا خاصة بالانيميشن وآآ وايضا الالعاب سوف تفقد اي منها بطبيعة حلوية مجانية وليست فيها اي حقوق وطبعا نشط بطبيعة اصدقائي ايضا هذه الصورة هنا ممتعة ورائعة ايضا الكثير منها الصور مجانية ورائعة للكتب التي تريدوه نذهب ايضا الى الموقع آآ الخامس الموقع الخامس ايضا هو خاص بالالعاب يعني سوف تجد صور خاصة بالالعاب المشهورة وآآ يمكنك عندما تريد صنع كتاب فارغ لي آآ لعبة مشهورة متصدرة تكون بعمل لها غلاف من هذه من هذا الموقع بطبيعة الحال وتكون بوضعها على الغلاف وتكون برفعه فتحكيك مبيعات كبيرة وكبيرة جدا ايضا ايضا نعم هناك الكثير يعني كثير كما ترون كثير من الصور الكثير من الصور يعني بكل ما تريده انت يعني سوف تصنع اي شيء تريده من هذه الصور سوف نتوجه الى تطبيق اصدقاء بعد ان ننتهي حتى اريكم طريقة وضعها كما ترون صور يعني رائعة وشميلة جدا ممكنك وضعها على اي غلاف كما ترون هذه الصورة ايضا هنا جميلة يعني ما تريد ما تريد سوف تجد هنا اي شيء تريد ايضا هذه الصورة ايضا رائعة وممتعة سوف تجد من الصور ما تمكنك اختيار غير الخيارات كما ترون هناك الصور يعني ممتعة ورائعة يعني اي شيء تريده سوف تجده هنا وممتعة انظر اصدقائي اي صورة تريدها اي صورة سوف تجدها نذهب ايضا الموقع الاخير وايضا هو خاص سوف تجد هنا صور ممتعة اصدقائي اي شيء تريده سوف تجده ايضا في هذا الموقع وهو ايضا سوف اترك لكم يعني جميع الروابط في الوصف حتى تتمكنوا من اخذها اصدقائي مثل كتب للاطفال او اي شيء تريده سوف تجد في هذه الموقع اصدقائي التي اريتكم اياها مثل هذه الصورة هنا او هذه الصورة هنا شيء رائع وجميل جدا اصدقائي يعني هذه الموقع سوف ترك لكم الرابط في الوصف حتى تتمكنوا من اخذها من اخذ الصور التي تريدونها ووضعها على اه الاغليفة التي اه الكتب التي سوف تصنعها وتضعها على امازون كيندل اه دون ان تقوم بالرسم او اي شيء سوف تجد يعني رسومات احترافية وجميلة جدا حسب الرغبة التي تريدها والان اصدقائي سوف نتوجه الى التطبيق مباشرة اه سوف نقوم باخد صورتين منكم بعمل غلاف احترافين خلال هذه المواقع والان متابعي بدأ ان اريتكم يعني الموقع التي سوف تأخذ منها هذه الصور الجميلة التي سوف تصنع منها الكتاب سوف نتوجه الان الى التطبيق العملي حتى اريكم طريقة انشاء ذلك الغلاف وسوف يكون اه بصورة احترافية ودون ان تقوم باي عمل اه في الرسم او الفوتوشوب او اي شيء يعني سوف تقوم باخد هذه الصور وعمل اه الغلاف او الكوفر الخاص بالكتاب اه الذي سوف ترفعه امازون كيندل وندخل لمشاهدة الفيديو اول شيء سوف تقوم باصدقائي هو الدخول الى هذا الموقع يعني وقمت بشرحه مسبقا في اه يعني في اه الحلقة الاولى الخاصة بالربح من امازون كيندل لكيفة تقوم باستخراج اه او الغلاف اه مكايز الغلاف الخاصة بالكتاب التي سوف ترفعه بالطبيع اتركوا لكم الرابط في الوصف تأتي الى هذا الموقع اصدقائي تقوم باختيار اه تقوم باختيار يعني اه مكايز الكتاب الذي سوف تقوم اه مكايز الغلاف وليس الكتاب مكايز الغلاف التي سوف تقوم برفعه على امازون كيندل سوف نقوم باختيار ستة في تسعة لانه اه الاكثر استعمال اصدقائي ثم سوف نقوم باختيار اه يعني كم صفحة سوف نقوم بكتابة مئة صفحة سوف نقوم باختيار اه نوع الصفحة يعني اه الوان الاوراق سوف نقوم باختيارها ويد بيضاء ثم نقوم بالتحميل سوف نقوم الآن بتحميل اه مكايز الغلاف اه التي سوف ترفعه على امازون كيندل ولكن سوف اريكم يعني طريقة اه يعني طريقة الامتل لكي اه تصنعه بذكة ولا تحدث لك اخطاء عندما ترفعه على امازون كيندل مع انني كنتو بشرح هذه الطريقة مسبكا اه نقوم بفتح الملف اصدقائي قوم بفتح هذا الملف هنا ثم هذا نعم مفتتين الصورة هنا سوف اريكم كيف سوف كيف سوف يبدو عفوا حتى تفتح الصورة اما صدقائي كما ترون هذا هو المكايز ولكن بطبيق حل نحن نحتاج الطول هذا الطول طول وعرض هذا الغلاف بطبيق حل كيف سوف تقوم بكياسية شبه ان تقوم بكياسية بالانش وليس بالبيكسل او سنتيمتر او المليمتر سوف تأتي الى هذا نعم اصدقائي سوف تأتي الى هذا الموقع هنا ثم تقوم باختيار ثم تقوم باختيار تقوم باختيار ثم تقوم باختيار ثم تقوم بالضغط عليها طيب اصدقائي سوف يفتح معنا الصفحة تقوم بالنزول الى الاسفل ثم تقوم باختيار هنا انظر اصدقائي يعطيك مكايز الكتاب التي سوف تقوم بالعمل عليه بطبيعة حتى تأتي الى هنا تقوم بالضغط ثم تقوم باختيار صوفت كوفير صوفت كوفير تقوم بالضغط عليها تقوم بكتاب يعني بوكس ويد تقوم باختيار يعني الطول كتابة الطول وعرض يعني الطول والارتفاع الخاص بالكتاب ثم تقوم بكتاب الصفحات هنا ايضا ثم تقوم بالضغط على كالكولاتور ثم تقوم بالضغط على كالكولاتور ما نحتاجه هو اصدقائه هو ستة في تسعة انش ستة في تسعة نقوم بكتاب ستة في تسعة تقوم بكظبت هنا ستة وهنا تسعة بطبيق حجب ان تقوم بكتابها ثم تقوم بكتاب الصفحات هنا. هكذا ثم تقوم بالضغط على كالكولاتور. سوف يعطيك المكايز بالإنش أصدقائي مباشرة كما ترون يعطيك المكايز بالإنش نعم هذا هو طول الغلاف وايضا ارتفاع الغلاف. سوف نقوم باختيار آآ باخذ هذه المكايز. نقوم باخذها أصدقائي. نقوم باخذ هذا المكياس ثم نتوجه إلى كنفا موقع كنفا كنفا توتكم. ثم تقوم بالضغط على كريت ديزاين تقوم بالضغط عليه. آآ أصدقائي ثم تقوم باختيار كما ترون هنا. وهتكم باختيار الإنش كما ترون. البكسل تجب أن تقوم باختيار الإنش. ثم تقوم بالضغط هنا. ثم تقوم باختيار الارتفاع. كده. ثم توجه إلى كنفا تقوم بوضع. المكياس هنا ثم تقوم بالضغط على كريت نيو ديزاين. بعد ذلك أصدقائي سوف تفتح معك الصفحة مباشرة. بالمكايز التي اخترتها. انت در حتي تم تحميل الصفحة جيدا. نعم أصدقائي. سوف ايتيك يعني مكياس الغلاف يعني مكياس الكوفر الخاص بك. آآ سوف نقوم الآن بصنع صورة خاصة بالكتاب الذي آآ أو الكوفر خاص بالكتاب التي سوف نرفعه على كيندل. سوف نأتي إلى الموقع السابق الذي أريدكم إياه هذا الموقع حتى نأخذ أحد الصور الموجود هنا. سوف نقوم بأخذ هذه الصورة أيضا وهذه الصورة. نقوم بعمل لها تحميل. نقوم بعمل لها تحميل. نعم ثم نقوم بحفظ الصورة. نتدر. الثواني. نعم ثم نقوم بحفظها في سفحة المكتب. نعم ثم نعيد آآ إلى الصفحة آآ الصورة الثانية. الصورة الثانية. حتى أريكم طريقة العمل فقط وكيف يمكنكم الاستفاد من هذه الصورة الجميلة والرائعة. نحفظ هذه الصورة في سفحة المكتب. كما ترون هناك الكثير من الصور الرائعة والممتعة الأصدقائي. كما ترون هنا على هذا الجانب. ايضا نحفظها في المكتب. لدينا صورة الآن. نتوجه الآن نعود إلى حيث نقوم بألعم الأصدقائي. تقوم بالضغط على ثم تقوم بتحميل آآ الصور الخاصة بك. عم ثم تقوم بتقوم على سطح المكتب ونقوم باختيار الصور التي كنا بتحميلها وهذا الصورة عم نقوم بأخذهم هكذا وننتظر حتى يتم تحميلهما. بطبيعة هذه الصورة الأولى وهذه الصورة الآن يعني بالطبيعة حتى أنا قمت بتسميم يعني على هذا آآ كان فيعكم أقوم بتسميم آآ يعني الخاص بالفيديوهات. أقوم بآآ الصورة. نعم سوف نقوم بأخذ هذه الصورة أصدقائي هكذا. انظر يمكنك أخذها كخلفية خاصة بكتاب أو يمكنك أخذها مباشرة بهذا الشكل. هكذا. ثم نقوم بتنزيلها إلى الأسفل حتى نعم بهذا الشكل. براس دقائي. ما ناخذها إلى النسبة. عندما يظهر لك أنظر أصدقائي عندما يظهر هذا آآ الخط الموجود بالبنفسجي فهو آآ يعني في الصورة فهي في المنتصف تماما. بطبيعة الحال نقوم بأخذ الصورة الثانية. هذه الصورة هنا نقوم بأخذها كده انظر. عندما يظهر لك ذلك الخط الموجود بالبنفسجي فإنها في المنتصف بهذا الشكل. ثم تقوم بتبسيع حتى نهاية الغلاف. وتقوم برفعها أيضا. كده بهذا الشكل. الشكل نعم اخوان. بهذا الشكل انظر اصدقائي يعني انتهينا من تصميم يعني الغلاف. بهذه الطريقة كنت بتصميم الغلاف الخاص لك خلال صورتين رائعة وجميلتين. ثم تقوم بالضغط على بهذا الشكل. تقوم باختيار آآ لأنها من آآ لأنها من آآ لأنها من الاحسن عندما تقوم بتحميلها بهذه فهي تكون احسن جودة للطباعة لكي تظهر بشكل آآ آآ رائع وجميلتين وجميلتين يعني تكون آآ كيف يقولون يعني تكون جودتها مرتفعة جدا في الطباعة لكم باختيارها كذا ثم لكم بضغط على دولة. حتى يتم التحميل. اصدقائي كما ترون تم التحميل بصيغات بيدياب وصفر نقوم بفتحها. اصدقائي. بشيغة توسيه. عام. اذا فقط حتى يتم فتح. عام ثم لكم بفتحه. وسوف ترون ان الغلاف تم صنعه بطريقة رائعة وجميلة. هذا هو الغلاف الخاص بالكتاب الذي سوف تقوم بوضعه. يعني صورة احترافية. بالطريقة سهلة ورائعة وجميلة جدا دون ان تحتاج لأي رسم او تقوم برسمه. يعني الموقع التي اعطيتكم اياها رائعة وجميلة جدا. اصدقائي يعني شيء جميل ورائع. وبسهولة وبكل اه احترافية اصدقائي. يعني طريقة تعمل غلاف الكتاب. هذه هي الطريقة بسهولة واي شيء اصدقائي. اذا احتجتم الى اي جاء الى اي اسئلة او اه طلب او تريدون بعد التوضيحات تمكنك ان تقوم بكتابة هذه في اه التعليقات. اصدقائي كما رأيتم يعني هذه هي الطريقة لصنع غلاف الكتاب الذي سوف ترفعه على اه كيندل يعني الطريقة السهلة وجميلة جدا. مع تلك الموقع سوف تتمكن من صنع اغلفة احترافية وبجبدة عالية يعني هذه الاغلفة تمكنك من جلب يعني الاشخاص الذين سوف يقومون بشراء الكتب الخاصة بك. الطريقة السهلة وجميلة جدا كما رأيتم في هذا الفيديو. اصدقائي الى هنا نصل الى نهاية الفيديو. شكرا لكم على المتابعة والى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله.